اكد صاحب السمو الملكي الامير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد العلى نائب الاول رئيس مجلس الوزراء ان العزم المتواصل الذي يتسم به المواطنون والمقيمون في مملكة البحرين وما يبدونه من دعم لكافة الجهود الوطنية للتصدي لفيروس كورونا كوفيد 19 يأتي استمرارا لما عودنا عليه الجميع من وحدة الصف في مواجهة التحديات بمختلف ظروفها من اجل تحقيق المصلحة العليا للوطن منوها بان مساهمة ستة الاف متطوع من البحرين في التجارب السريرية للقاح المحتمل لفيروس كورونا وتحقيق الهدف الموضوع لاسهامات مملكة البحرين في هذه المرحلة من تجارب هذا اللقاح إنجاز يحمل معاني إنسانية نبيلة تعكس ما يتمتع به المجتمع البحريني من حرص على دعم الجهود الإنسانية لصالح البشرية جمعاء وقال سموه حفظه الله إن الحس الإنساني لدى أبناء الوطن وكافة المقيمين مبعث فخر لدى الجميع ولهم منا كل الشكر والتقدير وما سجلته التجارب السريرية للقاح المحتمل لفيروس كورونا بمرحلتها الثالثة من إسهامات ستة الاف متطوع من مختلف شرائح المجتمع ستبقى بصمة مضيئة بالذاكرة الإنسانية فالظروف زائلة بإذن الله ومواقفهم باقية لما لها من أثر إيجابي سيعم بنفعه على الجميع بمختلف دول العالم ووجه سموه الشكر إلى كافة الكوادر الطبية والطواقم التمرضية التي تواصل العمل ليل نهار بمختلف مواقعها بعزيمة مستمرة وضعين صحة المواطنين والمقيمين أمام أعينهم تساندهم جهود أعضاء فريق البحرين بكل اقتدار رسمين معا صورا للبذل والعطاء في كل المجالات منوها سموه بأن ما قدمه المتطوعون جاء مكملا لكافة الجهود بما يصب نحو تحقيق هدف واحد وهو حفظ صحة وسلامة الجميع وأضاف سموه أن إنجاز المرحلة الثالثة للتجارب السريرية بمشاركة مملكة البحرين يعزز من مبادرات المملكة على المستوى الدولي في مجال إسهاماتها الإنسانية متمنيا كل التوفيق للقائمين على التجارب السريرية بمختلف مراحلها بما يسهم في تكليل جهود التصدي للفيروس بنجاح وأعرب سموه عن تقديره لكافة الجهود المبذولة من أجل الوصول للقاح آمن يخلص البشرية من جائحة كورونا والتي منها التجارب السريرية التي تشارك مملكة البحرين فيها منوها بجهود القائمين على هذه التجارب في جمهورية الصين الشعبية الصديقة ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة كما أكد سموه أن التعاون الثنائي بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في التجارب السريرية وما أبداه المواطنون والمقيمون في البلدين الشقيقين من تجاوب فاعل في المشاركة هو محل اعتزاز وفخر عبر ما يقومون به من أدوار ستسهم في الوصول للقاح آمن بإذن الله ترجمة نانسي قنقر